الاول احنا سعداء بوجود حضرتك وكل سنة وانتي طيبة وانا عارفة ان انتي يمكن دي بتطلي على جمهورك وعشائك بس بقلك فترة ما كنتي مختفية فدي طالة دي وقدي انتي يعني قلقانة منها بعد كل ده وعارفة ان الناس بتحبك قدي ايه ما انا بقى مش عايزة يعني عارفة الامج اللي هم عامينه لي عندهم يتكسر او حتى ينقص منه حتة ليه الامج منوجة نوزك تتكري انك انت زي الامر ربنا خليك بجد يعني ايه اللي قالك اللي قالك ان انا مريت بظروف صحية وخايفة طبعا تبقى مؤثر على شكلي طب ولها تصدقيني لو قلتلك انك بسم الله ما شاء الله ربنا ديك صحة انت زي الامر عالشاشة النور اللي هنا طلع هنا فامر انت عشان كده كنت خايفة من الطفان يعني خايفة ترجاعي تمسيلي وحسن انت شكلك تغير خايفة من الزمن ايه يعني اه الطفان قعدت قبلها اربع سنين الحقيقة ما بعملش دراما خالص لكن كنت بكتب يعني رجعت للجانب الاخر اللي انا بحبه اللي هو الكتابة اه طبعا الظروف السياسية وبعد كده الكورونا والحاجات دي دي كلها فترات كانت مش عادية وصعبة صعبة على البلد كلها الحقيقة مش عليها الواحدة فما كنتش حاسة ان انا يعني بيجي دور مثلا يستاهل او حاجة الدنيا كلها كانت بتتغير